وأكثر موسم تعرض فيه للطلب كان الموسم الأول مع ريال مدريد عام 2006 عندما تريد أربع مرات وهذه الكرة تبدو خطيرة للريال في المكان الخطير التزديد تأتي جول جول الولزي جاريث بيل جاريث بيل إحنا قلنا هي مسألة وقت أن نشاهد الهدف الأول لريال مدريد لأن الكتاب يقول ذلك ولأن عنوان المباراة واضح وصريح ريال مدريد هي مسألة وقت ليس إلا لأن يسجل الهدف الأول صمد بلد الوليد حتى الدقيقة الثالثة والثلاثين يأتي أنخل دمارية حارس المرمى يبعدها لكن يبعدها وين يبعدها على رأس الولزي جاريث بيل وبالتالي يعالجها مباشرة إلى الشباك الهدف الأول للمباراة وهو خامس أهداف النجم الولزي مع الفريق الملكي الشاب يالونسو نقالات لريال مدريد جميلة منقولة للأمام ولازالت لإسكو مهاري ممتاز والكرة إلى جاريث تابل وعالية وللأمام الله عليه هدف جميل ياهو هدف جميل وقاريث بيل الكل يذهب لقاريث بيل ليشكر الولزي على النظرة وعلى اللمسة وعلى الكرة اللي أرسلها أقشرها الولزي نعم أبدع فيها إبداعا كبيرا هكذا ناظر وهكذا قرر وهكذا أرسل الكرة الماضية وبالتالي كان من السهولة بمكان لكريم بن زيمة أن يكون كريما مع جمهور ريال مدريد وأن يسجل الهدف الثاني في المباراة الآن وصارت اثنين لا شيء كرة عن طريقة لعب كربخان قاريث بيل مارسيلو عرضية ملعوبة وكرة خطيرة جول جول ثالث والولزي يسجل مرة أخرى الولزي قاريث بيل ليس بالقدم اليسرى وليس بالرأس يا زيزو وإنما بالقدم اليمنى بالقدم اليمنى وهذا الرجل يقول ماذا عسايا أن أفعل ما في حلول الداخل إلى سانتياغو برنابيو مفقود هكذا يرى هذا الرجل المدافع هياها هياها إلى من هياها إلى اللعب الذي بدأ الكرة وأرسلها إلى مارسيلو وبعد ذلك تاتي في المكان السهل تماما في المكان السهل يضع قدمه اليمنى ويذهب إلى الزميل يشكر مارسيلو كل الأسماء الغالية جاء بها إلى طبعا معقل البرنابيو كرة في اللحظات الأخيرة الآن كرة تلقل إلى مارسيلو هذه خطيرة كرة تلعب جول هاتريك للويرزي هاتريك للويرزي أول هاتريك لقرث بيل بقميص ريال مدريد يسجل الهدف الرابع يسجل الهدف الرابع هو اللي بدأها بالمناسبة لما نشوفها من البداية أتشاهد عزيز المشاهد بأنه ومن بدأ الكرة هو اللي بدأها واستمر ما وقف ما قالك خلاص أنا أديتي اللي عليه استمر لأتقدم في الأمام ومارسيلو كان يناظر وكان يشاهد الزميل المنطلق من الخلف وبالتالي مارسيلو في مكان سليم إلى قرث بيل ريال مدريد يزور شباك بلد الوليد للمرة الرابعة وقرث بيل يزور الشباك للمرة الثالثة